ناقش نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي اجتماعا موسعا ضم وكلاء الوزارة ومدراء العموم في ديوان الوزارة بالعاصمة الموقعة عدن المتغيرات السعرية الأخيرة وتأثيرها على ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية وركز الاجتماع على عدة محاور رئيسة منها تحليل متغيرات السعرية واستعراض العوامل التي أدت إلى الارتفاع المنحوظ في أسعار المواد الغذائية بما في ذلك التغيرات الاقتصادية العالمية وزيادة تكاليف الانتاج وارتفاع أسعار الشحن خصوصا مع الهجمات الحوثية على طريق الملاحة الدولية والبحر الأحمر كما أكد الاجتماع همية مكافحة الاحتكار في الأسواق المحلية وجرى طرح استراتيجية للحد من سلوكيات التجار الذين يستغلون الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا لرفع الأسعار بشكل غير مبرر مع تقييم الإجراءات والسياسات الحالية المتبعة لضبط الأسعار والتأكد من فعالياتها في حماية المستهلكين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وشدد الاجتماع على مضاعفة جهود الرقابية والميدانية على الأسواق لضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وإشارها أمام المستهلك وتطبيق العقوبات على المخالفين المبلغين بالأسعار بشكل غير قانوني اشتركوا في القناة